انا مازلت مخلص للتليفزيون المصري مازلت لان لحمك تافي منه وداني الاسم شا عايز اقول الشهرة لكن انا من قاباء هذه المهنة ولاني من قاباء هذه المهنة طلبوا مني ان انا اقدم البرنامج مع ان مقدمة البرنامج ست كمل ولها عطاء عام دينا عبد الكريم وهي قيمة بالنسبة للشاشة وايضا تبحر في اجواء غير معلومة في شاشات الحياة والحياة شاشات طلب مني ان انا نقدم البرنامج شغل عالي وانا لما بسمع كلمة شغل عالي قدرك تماما انها في اعمقها تحاول ان تمجد قيمة الشغل المزبوط المحترم العالي ولما بقول شغل عالي هي كلمة بيقولوها الجدعان الحارات المصرية يقول لك ده شغل عالي ده شغل عالي ولهذا شغل عالي انا هحاول هكون ضيف في شغل عالي على الله اقدر اقدم شيء في شغل عالي اهلا بدينا عبد الكريم الله اهلا بدينا عبد الكريم انا ما كنتش احلم ولا اتمنى مقدمة حلوة للبرنامج الله يخليكي وفهم اللي رؤيته ورسالته قدل الكلام الحلوى ده نعم انا مرسوطة جدا 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 لو حدوثك معنا لكل مهنة كبارها ورجالها ورموزها وفي عالم الحوار هو من ترك فضاء المذيع والاعلام وكل الالقاب التي يحب الناس اطلاقها وانتزع لنفسه لقب المحاور احترف الصحافة واحترم الشاشة فصار من روادي صناعة الصحافة التلفزيونية حاور رجل الشارع والفنان والمسؤول فقدم خلطة عظيمة من الكلام المفيد اسمها موفيد فوزي ده حضرتك كبير الشغلانة شكرا جايين لحضرتك النهاردة لانه احنا متكلم عن مهنة المذيع نعم وكل حلقة احنا بندور على كبير الشغلانة نعم صدقا استاذ موفيد احنا شايفين اننا ممتنين انه اتعلمنا من حضرتك انا من اباء المهنة ده حقيقي نعم هو الذي اخترني اخترني كصحفي لبرنامج سميرة الكيلاني ايوه واحدة من يعني مقدمات الاخبار المهمات في الوطن العربي قال لي هتقدم برنامج اسمه نص ساعة من وقتك قلت له عبارة عن ايه يا صلاح قال لي عبارة عن المواد اللي الناس هتشوفها بين البرامج كواليس البرامج قبل ما تتزاعد فقلت له طيب ده انا محتاج ان اقعد مع الناس اللي هما هيقدموا البرامج دي قال لي بمعنى قالت له بمعنى ان اذا كان فيه تمثيلية اقعد مع المؤلف اذا كان فيه برنامج عادي اقعد مع المزيعة بهذه العبارات البسيطة جدا قال لي الله طيب يعني انت عايز تعمل ايه قلت له هما مقدرش اخش استوديو اه من غير اعداد بدأت كلمة الاعداد صار الاعداد من مدرسة التليفزيون الطبيعية بالضبط بدأت اقعد مع الاسادزة المخرج المزيع ثم رأيت انه من حق المزيعة انها تقول ايه احساسها وهي قارئة النشرة سميرة الكلاني هات مع المزيعة قلت لها سميرة انا ساجري معك حوارا وارجوك انك اخرجي من سمت المزيعة القارئة النشرة اصلا ممكن اسألها اقولها ايه رأيه في كلمة اعداد فتقول لعل هذه الكلمة كلمة جديدة اه فتجاوب بالسحة بقى فتدقعر فقلت لها من فضلك اخرجي عن هذا السمت واتكلميني بشكل بسيط و لاول مرة دارت عدسة البرنامج وكان مع المزيعة ورق فيه النقاط مش الاسئلة طبعا يعني صياغة سؤالي تختلف عن صياغة سؤال احد اخر طبعا السؤال عندي صياغة وسلاسة وسؤال حضرتك مقتضب جدا وقسي نعم اشهد اني في رحلتي كمذيعة اتعلمت من حضرتك قدم حضرتك استاذ في الاسئلة وطريقة السؤال والسياغته قدم اتعلمت بالاكتر الانصاط انا بسميه الازغاء اه ليه الازغاء محرد على البوح التينيفيزيون هو المغامرة الهامة التي يطرح فيها سؤال يتفرع فيها الى اجابات الاجابات تحرض على اسئلة اخرى وبالتالي هي في النهاية عملية فيها شطرنج تسمح لي ارجع شوية وراء فضل لي لانه في شوية تعريفات واحنا بنتكلم عن مهنة المذيع احنا وحشنا نسمع فضل المزبوط بتاعها الاول عايز ارجع من الاول خالص من اول ما تحول المذيع من قارئ نشرة الى مذيع وحاور الفرق من المذيع وقارئ النش قارئ النشرة محايد تماما اما المذيع فهو الذي يخرج عن هذا الهياد ويصبح هو نفسه لانه الخلافة وجهة النظر مع المذيع مع الضيف هي نوع من الصياغة الزكية للبرنامج سيخ تماما انه الذي اخترني قد قرأ حواراتي الصحافية اه اكيد فمن هنا كان ذلك الاختيار مبني على انه هذه الشخصية هي شخصية المحاولة في مهنة المذيع هي مهنة بدأت على ايدي كبار وحضرتك كمان كتبت في كتابك كده انه مش كل المذيعات زمان كانوا مثقفين صحيح لكنهم تثقفوا بفريق الاعداد صحيح ده صحيح ده صحيح ليه لان الاعداد معلومات شاربوا المعلومات او شاربوا اوراق الاعداد مش كلهم انت سكر لجل رستم بتحترم تماما سميرة الكلاني تحترم تماما همة مصطفى كانت تحترم الاوراق تماما واسماء اخرى كثيرة لا تسعني الزكرة انه ذو يحترم الاوراق لان اوراق الاعداد فيها افكار المعد وافكار المعد معناها خطة سير البرنامج او الصياغة الادابية التي تسير عليها اسس البرنامج لازم اقولك انه هؤلاء صنعوا مجد مسبيرو ومسبيرو في نهاية الامر هو القاعدة الاساسية في وجدان امة لم بغي ان يقال هذا تماما ولا نقلل من مسبيرو لان مسبيرو هو الذي صنع المثقفين وخلانا نشوف المثقفين لم يكن يرى الناس من قبل طه حسين ولم يكن قد رأوا محمود امين العالم ولا انيس منصور ولا مصطفى امين ولا سروة عكاشة كل هؤلاء رأوهم على شاشة التلفزيون المصري حضرتك عندك حاجة رائعة ما عرفش حضرتك مدرك قد ايه هي يا جميلة ولا لا بالنسبة لنا انه ممكن انا اكون على الهوى وحضرتك تبعت رسالة نعم تقول لي يا دينا خلي بالك من كذا نعم صحيح اسألي كذا انا مدينة لهذه الرسائل الحلوة اشكرك اعتقد ان حضيك بتعمل كده لا انا بستخدم تعبير ادبي مهم لا يفوتك ان الله اه ايوه ده حقيق ده حقيق فاعتقد ان حضيك بتعمل كده مع ناس كتير اكيد سؤالي بقى نعم ايه اللي نقص جيل المذيعين الحالي تحديدا في نقطة اللي بقاله كبير يعني الثقافة نتعلم مني الثقافة يا جيلة الثقافة انا ما كنت لاختار كمعاور الا اذا كان عندي قدر من الثقافة شوفي ما اقدرش اقولك رأي فحد انما اقولك انه عمر اديب صحفي ولما اقول صحفي معناها بيشتغل في التلفزيون كصحفي صحافة تلفزيونية ولما اقولك تامر امين صحفي واجاد اللغة العربية بشدة لان والده رحمه الله امين بسيوني كان يحاسبه على كل حرف بس فيه اعداد لا نهائية من المذيع وده يخليني اسأل بقى سؤال تاني ايه الوصفة اللي تجعل مذيع يلمع في وسط عشرات من الاسماء ما فيش وصفة معينة انما هي ان يتصف بالزكاء لان زكاء المحاور على قمة اساليبه على سبيل المثال من الممكن اني انا وانا قاعد معاك شيء من الالهام الزكي يجيني اقولك انت لبسة ساعة كبيرة ليه زي ساعة الكبار او معنى دق ساعة الرجال اه صح وهي ساعة كبيرة اه نعم ولا لكن تليق بك ماذا لو قلت لك ان الزمن مهما طال لن يوقع بتوقيعه عليك عن بصر نعم نعم فتسعدين شوفي فتحت كذا سؤال لمجرد ملاحظة اسمح لي ادون انا كمان ملاحظات اه لحدك بتقوله ده يعني ذكاء نعم ويعني ثقافة ويعني حصيلة لغوية نعم بس حضرتك بتختزله كده في حتة صغيرة جدا انها مهارة لكنه دي تفاصيل برضو انتي قلت عبارة مهمة جدا لازم ادف عندها المهارة لما تقولي شغل عالي لازم تقولي مهارة عالية شغل العالي هو المهارة العالية الشغل العالي هو الزكاء هو استغلال الفرص الزكية في الشخصية المحاور شوفي الجيل اليوم حيارة بس تعبير دقيق تماما وتحدي اخير عايزة شغل حضرتك به انه بيقولوا ان السياسة هي فن الممكن نعم اذا قلنا انه فيه مذيع اختياراته محدود المتاح امامه محدود الفرص او المجالات اللي يستطيع التحدث فيها محدود لكنه بمعايير اللي حضرتك بتكلمنا عنها يقدر يصنع تميز ازاي؟ ازاي؟ يعتمد الامر على الزكاء يعتمد الامر على الزقافة يعتمد الامر على سلامة الوجدان واللي ما ش انت شخصيا لما جيت تختاري اخترت برنامجك وهو عبارة عن روح المهارة روح المهارة انا من اول ما دخلت البيت وانا مبهورة بكم التفاصيل اللي في بيت حضرتك بالمناسبة نعم وعشان كده نفسي اسأل في تفاصيل كتير بسرعة جدا نعم بالطريقة التي تفضلها تفضل استاذ مفيد على مدار المشوار الطويل ايه اكتر حوار حضرتك تعتز به واكتر ضيف تعتبره كان زكي وكان حواري مع محمد حسنين هيكل تحول الى حوار الصحفي سميته هيكل الاخر وحولته الى كتاب طبعا تفصيلة اخرى استاذ مفيد الى اي مدى حضرتك ترى انه مقومات الشكلية للمذيع مهمة في ميزان الشكل وتحديدا لانه احنا كبنات يعني واحنا صغارين كان يقولوا الله البنت دي امورة طلعي مزيعة فقا فوكأن اختزلت هذه المهنة في الجمال الاجابة الطلع ليس فيه كمفيد فوزي جماليات يمكن ان تعبر عن المذيع المسمسم المذيع جلسة هادئة عينان واضحتان زكاء مستطر طلعا طلع طول الوقت ثانيا الموزيق وخلفيته الخلفية الثقافية هي خلفية وجدان واعي تماما لما يقال مزغي الواعي ده هو الذي صنع هذا الرجل انا مش عايزة اختم لكني قبل ما بنختم عايزة اسأل حضرتك سؤال اخير عبارة عن تداعي حر هقول لي حضرتك كلمات وحضرتك قولي وقعها عليك نعم بسرعة وببساطة وبدون تفكير لكن انا عارفة انه عقلك مليان بالافكار تعريفات يا استاذ موفيد تعريفك للمشوار الشخصي للنجاح المتابرة بشغل عالي هممما عندي حاجة تشرفت طبعا اشكرك اشكرك الصحافة دمى ودموعى وابتسمتى الله التلفزيون ماء الحياة التي يجري في اعماقاري العائلة أنا من عائلة مصرية متوسطة ولكني برست لأنه كانت أمي ترى أن أنا على وشك آلية شغل عالي في المستقبل أخيراً نعم إيه وقع كلمة المهنة على الأستاذ مفيد فوزي؟ عشق جنوني سواء في الصحافة سواء في الكتابة سواء في التلفزيون أؤمن أيضاً بشيء غريب أن كل هوار أصل إليه أقول أعتقد أنه اللي جاي هيكون أفضل هيكون أسكى هيكون في شغل عالي أكتر وكأنك تقرأ أفكاري أستاذ مفيد شفت قدتني عدوى الفصحة نعم أتكلمش من الفصحة كثير أنا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً أستاذ مفيد شكراً أنك واحد من أباء المهنة وأنك تعمل حقيقي شغل عالي شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً